اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلوث المنتج ولمخالفتهم لبنود العقود المبرمة مع الشركة وأكدت استمرار عمليات تصدير النفط الأسود وفق المؤسفات المطلوبة والآليات المتابعة مشيرة إلى أن الشركة لم تتعرض إلى خسائر مالية جراء ذلك وأن تعاملاتها تحظى بثقة مع الجهات المتعاقدة بحسب قولها أعلن البنك المركزي المصري إبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير مشيرا إلى أنه يعتقد أن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12% وسعر الفائدة على الإداء لليلة واحدة دون تغيير عند 11% وأوضحت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر ارتفع إلى 14% في شهر آب من 13.6% في شهر تموز بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 16% من 15% خلال الفترة ذاتها تراجع تسعار النفط اليوم في ظل مخاوف الركود والصعود الدولار على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب المخاوف بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر محادثات الاتفاق النووي الإيراني هذا وانخفضت العقد الآجلة لخام برينت 41 سنة لتصل إلى 90 دولار للبرميل بينما تراجعت العقد الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي 30 سنة لتصل إلى 83 دولار و19 سنة للبرميل هذا ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم سعر الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة الأمر الذي زاد مخاطر التباطئ الاقتصادي أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 45 مليار دولار من إعانات البطالة ذهبت عن طريق الاحتيال إلى أناس لا يستحقونها خلال تفشي كورونا والأعداد الكبير من العمال الذين تم تسريحهم بسبب تدعيات الجائحة وأظهر تقرير جديد للمفتش العام في الوزارة أنه بين شهر آذار عام 2020 ونيسان عام 2022 صرف ما مجموعه 45 مليار دولار من إعانات البطالة عن طريق الاحتيال كما قال المفتش العام لاري تورنر في بيان إن الأرقام تؤكد اتساع نطاق المشكلة مشيرا إلى المستويات غير المسبوقة للاحتيال والمدفوعات غير الموصحة حقا الأخرى أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ختم الموجز برعاية الله